نشرت صحيفة الڭارديان البريطانية مقالا بقلم هيو مايلز مرأسلها في القاهرة جاء في أن أحد كبار الأمراء السعوديين وجه نداء غير مسبوك طالب فيه بتغيير القيادة في السعودية التي تواجه حاليا مصاعب جمع بما فيها الحرب وانهيار أسعار النفط الخام والانتقادات الموجهة إلى إدارة شؤون الحج في أعقاب التدافع في ميناء الذي أسقط مئات القتلى والجرحى وفي تصريح للڭارديان قال الأمير الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه أنه ثم تقلقا لدى أفراد الأسرة الملكة والشعب السعودي إزاء قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ونسبت الصحيفة إلى الأمير الذي قالت أنه أحد أفراد مؤسس الدولة رسالتين في وقت سابق من الشهر الحالي طالب فيهما بعزل الملك سلمان ينم إلينا من القاهرة الصحفي في صحيفة الڭارديان هيو مايلز المختص في شؤون السعودية والشرق الأوسط سيد مايلز أنت كتبت هذا التقرير لكن هل التقيت ذلك الأمير؟ نعم التقيت بالأمير ولا شك لدي في هويته وقد أكدنا هويته مئة في المئة طيب لماذا أخفيت هويته ولم تفصحها؟ إن الأمير يخشى أنه إذا كشفنا النقاب عن هويته فإنه قد يختطف أو يقتل طيب ما جدوى مثل هذه الرسالة إذن إذا كانت لا تحمل توقيعا؟ إن لها أهمية كبرى لأننا أكدنا هوية صاحب الرسالة لا شك في أن صاحب هذه الهوية هو أحد الأمراء ولم نرى بيانا من هذا القبيل منذ عام 1964 عندما حل الملك فيصل محل الملك سعود طيب أنت مختص في شؤون الشرق الأوسط وشؤون السعودية يعني ما الذي يمكن أن تحمله مثل هذه الرسالة في المجتمع السعودي؟ إن لها أهمية بالغة لأنها قد تمهت لتغيير كبير في السعودية في المستقبل القريب ويشير البيان إلى أن الملك سلمان وولي العهد محمد بن نايف وولي وولي العهد محمد بن سلمان ربما يطاح بهم في انقلاب داخل القصر فيستبدلون بأحد الأبناء الآخرين للملك عبد العزيز هل أكد لك أنه كتب هذه الرسالة؟ هل تأكدت من أنه هو شخصيا كتب هذه الرسالة؟ ويحظى بدعم جزء كبير من العائلة المالكة في السعودية؟ هذا ما قال أولي إنه يقول إن لديه دعما واسعا من داخل الأسرة المالكة من أربعة أو خمسة من أعمامه ومن عدد من أبناء عمه لأنهم يشعرون أن ولي العهد هو الذي سيطر على الأوضاع في المملكة لأن والده الملك له مشاكل صحية عديدة طيب هل ذكر لك أشياء أخرى لم تكتب في هذه الرسالة؟ وما الذي أصلا دفعه إلى كتابة مثل هذه الرسالة؟ يعني هذا شيء نادر الحدوث في السعودية أن يخرج بعض الأمراء عن طاعة أولي الأمر؟ نعم إنه لا تغيير كبير ويبدي مشاعر اليأس لدى بعض أفراد الأسرة المالكة الشعور بأن الأسرة قد تتوجه نحو كارثة إذا لم يحدث أي تغير نعم قال لي أمورا أخرى لم ننشرها فقال لي مثلا أن الملك يعاني مرض الزايمر من القاهرة هيو مايلز الكاتب والصحف المختص في شؤون الشرق الأوسط والسعودية في صحيفة الجارديان البريطانية شكرا لك